اشتركوا في القناة 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 وقرستنا هذا الـ PC و بعد الإعدادات اللي سويناها رح نجي هنا رح نختار على أي لعبة أن عندي الصراحة للعاب الـ Online بالنسبة للبرامج Epic Game رح نشوف شن الألعاب اللي عندي يمكن Grand على ما أتقد عندي هاذي Grand ايه هاذي Grand عندي هسا ما أتران رح أشغل Grand رح نشوف شو رح يفتح لي هنا يقل لك بليس رون Grand Theft Auto Using Rockstar Game Launcher العفو أنا ما شغلت Rockstar رح أجول شي شغل Rockstar بعد ما رح أشغل Rockstar هسا رح نشغل Rockstar بعدها رح نشوف Epic Game و رح نفتح اللعبة و رح نشوف أن اللعبة شغالة ما رح يكون بها أي مشكلة إن شاء الله و رح يكون الحل هذا موجود لكل شخص يواجه مشكلة طبعا نسا بعد ما فتح البرنامج Epic Game وفتح برنامج Rockstar رح نجي نفتح من خلال البرنامج رح نفتح Grand حتى نشوف إنه اشتغلت أو لا حسا مثل ما نشوفون طايته لونج رح يبدأ يشغل اللعبة بعد ما نطايته لونج نانا حسا رح يبلش يربط عن طريق Rockstar و رح يقول له حاليا إنه هذا الحساب مربوط و هي اللعبة لكلاود حسا حاليا نطايته أوكي حسا مثل ما رح تشوفون رح يجي يفتح لي Connect Rockstar Game Server رح يفتح سيرفر بعد ما رح يفتح سيرفر رح يشغل اللعبة بصورة طبيعية بدون أي كراش و إن شاء الله هاي الطريقة رح تنجح وياكم بدون أي مشكلة و أتمنى إن شاء الله يدعم القناة مثل ما قلت و يضطي اشتراك و إن شاء الله يستفاد من الشروعات الجاية اللي بعد هذا الفيديو بخصوص أي مشكلة أو أي شرح بخصوص الألعاب أو أي شيء إن شاء الله ما رح أقصر إياكم هسا حاليا أنا رح أترككم حتى تشوفون اللعبة و نوقف له هنا و نشوف تشغيل اللعبة نهاية الفيديو و تشوفون إنه اللعبة شغالة من دون أي مشكلة طبعا شباب مثل ما تشوفون حاليا اللعبة اشتغلت من دون أي مشكلة الصراحة طبعا الكل نعرف حاليا ما طلع لعلامة الأونلاين ليش؟ لأنه الصراحة أنا ما لعبت الخزن ما عندي خزن كنا نعرف إنه بداية لعبة جراند لازم يكون عندك خزن بالنسخة الأوفلاين حتى بعدها يقدر يدخلك للأونلاين هنا رح تدخل الستور مود بعد ما يخلص و تسوي لك خزن تلعب شوي بعدها تقدر تحول على الأونلاين و اللعبة ستكون شغالة إن شاء الله و شكرا عليكم و شكرا للمشاهدة أتمنى تدعمون القناة اشتركوا في القناة